بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أيامكم سعيدة بولادة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام كما يقول علماؤنا الأعلام مهما حملت من الذنوب والخطايا مهما تجاوزت مهما ارتكبت من المعاصي فإن باب الله سبحانه وتعالى مفتوح للتائبين وقلب صاحب الزمان سلام الله عليه أيضا مفتوح لجميع الراجعين إليه وكذلك المعتذرين فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن نستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ذنب ويكفيك كما قال النبي صلى الله عليه وآله أن تقول ثلاث مرات أستغفر الله وأسأله التوبة أو سبعين مرة أستغفر الله وأسأله التوبة سبعين مرة كما جاء في أذكار شعبان بأن الله سبحانه وتعالى يخرجك من ذنوبك كيوم لدتك أمك وكذلك الاعتذار من صاحب الزمان سلام الله عليه وآهل البيت عليهم السلام مصداق لقول جدهم علي بن أبي طالب عليه السلام ملكنا فكان العفو منا سجية هذا هو ملك أهل البيت عليهم السلام مليء بالعفو مليء بالمسامحة بابه مفتوح للجميع لجميع المعتذرين وكذلك التائبين والمستغفرين الله سبحانه وتعالى رجان استمع رجان استمعي وعتبي وعتبي على بعض المبلغين والمبلغات الذين مع الأسف الشديد يعني وليس الكل وضعوا فجوة كبيرة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى بيننا وبين صاحب الزمان سلام الله عليه فجعلونا نشعر بأنه ليس من السهل أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن ترجع إلى أحضان رحمته ليس من السهل أبدا أن تستطيع أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى ورضا صاحب الزمان سلام الله عليه بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الذنوب مع أن الله سبحانه وتعالى مرارا وكرارا قال بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا فلا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ويكفي بأن سحرة فرعون الذين لآخر لحظات حياتهم حاولوا أن يقاتلوا موسى وهارون وكانوا واقفين مع فرعون لإفشال مهمة موسى وهارون عليهم السلام في إنقاذ بني إسرائيل وإلقاء الحج على فرعون ولكن عندما تبين لهم الحق فآمنوا بالله آمنوا برب موسى وهارون وقالوا لفرعون اقضي ما أنتقاذ إنما تقضى هذه أو تنقضي هذه الحياة الدنيا مضمون الآيات كما يعني وردت مضمون الآيات وإذا بالله سبحانه وتعالى يتوب عليهم وليس هذا فقط بل جاء في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة من الذين لم يعصوا الله سبحانه وتعالى طرفة عين فيقوم علي بن أبي طالب عليه السلام ويقوم مؤمن آل ياسين ويقوم هؤلاء السحرة لأنهم بمجرد أن دخلوا الإسلام في دين موسى وهارون جب الله سبحانه وتعالى كل سيئاتهم السابقة يعني عفى الله سبحانه وتعالى عما سلف وبدأوا حياة جديدة وهم لم يبقوا من الحياة إلا دقائق قال يعني ثرعون لهم سوف أقوم بقتلكم وتقطيع أيديكم وأرجلكم من خلاف وإذا بهم قالوا لا اقضي ما أنتقاض إنما تقضى تنقضي هذه الحياة الدنيا وذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى وقبل توبتهم إلى غير ذلك فعتب على بعض المبلغين الذين يعني رواية جدا مشهورة بين الفريقين بأن الله سبحانه وتعالى ينتظر عبده أن يتوب إلى آخر رمق في حياته بل جاء في الرواية من رحمة الله عز وجل قبل أن يعاين ملك الموت إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب عليه إذا تاب تاب الله عليه ونحن بحمد الله عز وجل يعني مهما ارتكبنا من معاصي وسيئات لم نصل إلى ما فعله البعض مع أهل البيت عليهم السلام ولم ندخل الحزن كما أدخله البعض على قلب أهل البيت عليهم السلام ورغم كل هذا وإذا بهم يقبلون توبتهم ويرجعونهم إلى الله سبحانه وتعالى مثال على ذلك بشر الحافي بشر الحافي الذي كان يستمع للغناء وينظر إلى الراقصات ويشرب الخامر إلى غير ذلك وعندما تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه وإذا ببشر الحافي يكون صاحبا للإمام موسى الكاظم عليه السلام بشر الحافي لا يقف عند بضاعة كاسدة إلا وبيعت ولا يضع يده على مريض إلا وشفي وأصبح منارا للتائبين الحرب يزيد الرياحي رضوان الله عليه الذي عد من أنصار الإمام الحسين عليه السلام يعني جعجع بالإمام الحسين عليه السلام وأدخل الخوف على نسائه وأطفاله وبعد ذلك عندما رجع تائبا إلى الإمام الحسين عليه السلام قبل توبته قال من وقال له من تاب تاب الله عليه واحتضنه الإمام سلام الله عليه وأصبح الآن لديه مرقد يزار من قبل الجميع وهو معظم عند الله سبحانه وتعالى وعند أهل البيت عليهم السلام فمع الأسف مع الأسف نجد أن البعض المبلغين والمبلغات يقطعون هذا الطريق على الشباب اليوم والشابات يعني الإنسان داما وأبدا باب التوبة مفتوح يعني عندما جئ للإمام عليه السلام وسئل يعني عن مدى رحمة الله سبحانه وتعالى أو على علامة من علامات رحمة الله بأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحمك دوما يريد الخير لك دوما قال يكفي الإمام عليه السلام قال يكفي بأن الحسن بعشرة أمثالها والسيئة واحدة أليس هذا دليل بأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحمك الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يتخلى عنك الله سبحانه وتعالى يحبك يريد أن يوفقك للطاعات أن يدخلك الجنة رغم أن في الشيطان يعني من باب رحمة الله علامة واضحة جدا وهذا القول قاله الإمام عليه السلام أيضا لولده الحسن عليه السلام في باب رجاء رحمة الله مهما فعل العبد من سيئات في باب رجاء رحمة الله مهما فعل العبد من سيئات والإمام عليه السلام قال لولده الحسن سلام الله عليه يعني يكفي من باب رحمة الله وعلامة من علامات رحمة الله وقبول الله للتائبين والمستغفرين بأنه منذ البداية منذ خلق الخلق قال بأن الحسن بعشت أمثالها وسيئة بواحدة يعني كم الله سبحانه وتعالى رحيم كم الله سبحانه وتعالى يريد أن يعظم أعمالك ولو كانت بسيطة ليدخلك الجنة وتستحق أن تدخل الجنة بعد ذلك من باب رحمته فعلى كل الأحوال هذه رسالة هادئة إلى بعض المبلغين والمبلغات وقبل حلول شهر رمضان يعني هل هل بإيمان الشباب هل هل بإيمان الفتيات ولا تقطع عليهم طريقة توبة أبدا كذلك أولاد يعقوب يعني عليهم السلام أولاد يعقوب الذين فعلوا ما فعلوا من الجرائم التي صراحة لا تختفر اليوم في القانون يعني سرقوا طفلا وبعد ذلك أرادوا قتله عمدا ثم ألقوه في الجب ثم باعوه إلى غير ذلك يعني ارتكبوا جرائم كبيرة بحق أخيهم يوسف عليه السلام وجرائم أكبر بحق أبيهم يعقوب عليه السلام والجريم الأكبر بأنه ليس أبعاد بل هو نبي من أنبياء الله وبقوا على هذه الحالة كما جاء في بعض الروايات إلى ستة وثلاثين عاما نبي الله يعقوب عليه السلام يبكي أمامهم لا يتأثرون مصرين على ذنبهم يوسف عليه السلام يعني تألم ما تألم وأذي فيما أذي وهم مصرون على الذنوب ولكن في لحظة التوبة يا أبا نستغفر لنا إننا كنا من الخاطئين وإذا بيعقوب يعفوا عنهم ويستغفر لهم الله عز وجل يوسف عليه السلام يستغفر لهم الله عز وجل ويتوب عليهم وأصبحوا من أصباط بني إسرائيل وقبل الله توبتهم بحمد الله عز وجل أنا وأنت وأنتي لم نصل إلى هذه المراحل لم نسرق طفلا للإمام الحسين عليه السلام ولم نقتل طفلا من أطفال الإمام الحسين ووضعناه في الجب ولم نبع طفلا من أطفال أهل البيت عليه السلام ولم نعرج بعائلة الإمام الحسين إلى واقعة كربلاء وتجرأنا عليه بهذه الصورة ولم ولم هذا ليس من باب الانتقاص إلى تلك الشخصيات العظيمة أبدا وإنما الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال وعلى الإنسان العاقل أن يطمئن إلى هذه الأمثال ويتفكر بها ويتدبر بها ليعرف مدى رحمة الله سبحانه وتعالى بالنسبة للتائبين رجاء نستمع رجاء نستمع هذه المقدمة كما يقول علماؤنا الأعلام لقضية مهمة هو الارتباط بصاحب الزمان سلام الله عليه ولو كانت عندك ذنوب ولو كانت عندك معاصي لا بس يعني بمعنى إذا كنت أنت مريض وأنت مريضة عادة الإنسان المريض عليه لزاما ليس من باب الاستحباب يعني في الأحكام الشرعية يحرم على المؤمن أن يهلك نفسه أو أن يقتل نفسه هذا ما نفعله اليوم نحن يعني الإنسان اليوم إذا مريض كان عليه لزاما وجوبا أن يذهب إلى المستشفى وأن يذهب إلى الطبيب لكي يجد لنفسه علاجا فإذا لم يذهب وقتل نفسه مات على غير دين الله ومأواه جهنم وبئس المصير أليس هذا وجوب عقلي ووجوب شرعي بأن الإنسان المريض والمريضة يذهبون لزاما وجوبا إلى الطبيب والمستشفى وأن لا يكون هذا المرض عائق فيما بينه ولو يذهب إليه زحفا ولو حبوا على الركب يجب أن يذهب وينقذ نفسه كذلك نحن مرضى بالكثير من الأخلاق السيئة نحن لدينا علل في مسألة الأخلاق أمراض كثيرة في نفوسنا فإذا لم نذهب إلى صاحب الزمان ولم نلتج إلى صاحب الزمان يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنتم مرضى لماذا لا تذهبون إلى الطبيب والإمام علي عليه السلام وصف الرسول بأنه طبيب دوار بطبه وكلمة الطبيب يشمل بها جميع أهل البيت عليه السلام فإذا أنت مريض وبالسيئات والمعاصي وكثرة الأمراض النفسية ولم تذهب إلى صاحب الزمان والله من باب بأني لدي يعني بيني وبينه ذنوب وأنا أخجأ لأن أراه وأخجأ لأن أذهب لي سوف تقتل نفسك تماما أنت سوف تهلك سوف تذهب إلى نار جهنم الإنسان العاقل يحمل ذنوبه على ظهره ويتوجه فورا إلى صاحب الزماني ينادي يا صاحب الزمان غذني يا صاحب الزمان أدركني هذه الحياة سأعيشها مرة واحدة وإذا ما مت سوف أحشر إلى جهنم سوف لا يرضى الله سبحانه وتعالى علي يوم القيامة أريدك أن تستنقذني من ذنوبي أريدك أن تحط هذا الحمل الحمل عن ظهر يبنى رسول الله ولذلك نجد بأن يعني الصحاب العاقلين من أصحاب رسول الله كانوا دوما يفرون إلى رسول الله ويقولون له ويعترفون بسيئاتهم بأخطائهم ويقولون له يا رسول الله ما هو الحال لم يستحوا أبدا الحياء الذي يؤدي بك إلى النار لا خير فيه حياء والله أني أستحي من صاحب الزمان كيف أندب صاحب الزمان كيف أذهب إلى صاحب الزمان كيف ألتجي لي ولدي سيئات هذا الحياء ليس بصحي هذا ليس من الحياء إنما هذه خدعة 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 وحيلة من حيل الشيطان كي تموت وتذهب إلى جهنم كما أن المريض يقول أنا الآن مريض وتركت العلاج فترة وأنا سوتي تركت العلاج فترة وإذا بالمرض يعني قد تطور فأني أستحي أذهب إلى الطبيب يعني هل هناك عاقل يقول ذلك نعم أعطاني الطبيب وصفة لم ألتزم بها أعطاني الطبيب وصفة وتركت بعض الدواء وبعد ذلك وإذا بالمرض يتفاقم هل هذا معنى بأن والله أنا أستحي أذهب إلى الطبيب علي أن لا أذهب إلى الطبيب ماذا أقول له تركت الوصفة بالعكس إجب أن تذهب إليه فورا باب الطبيب مفتوح وإذا ما أنبك لأجل صحتك ولكن عليك وجوبا وجوبا عقلا وشرعا أن تنقذ نفسك فإذا هذه الرسالة لكثير من المبلغين والمبلغات وليس الكل أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في شبابنا وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في شاباتنا وأن يحافظوا على إيمانهم وأن يبلغوهم رسالات ربهم من دون زيادة باب التوبة مفتوح ما عليك إلا أن تبلغ لا أن تكون عليهم مصيدر ولا أن تبي وكيل عن الله سبحانه وتعالى في مسألة النار ومسألة الجنة وليس الله سبحانه وتعالى جعلك حاكما على أعمال العباد ما أنت إلا مبلغ وما أنت إلا مبلغة والإنسان يجب أن يكون منصف يعني كما قال الإمام الباقر عليه السلام لأحد المشايخ الذين كانوا يرتقون المنبار قال له يا ابن رسول الله أوصني قال أنا أوصيك بوصية واحدة لا تقنط الناس من رحمة الله لا تجعل الناس يقنطون من رحمة الله كذلك نحن علينا أن لا نقنط أبدا من عفو صاحب الزمان من رحمة صاحب الزمان مهما أخطانا مهما أسأنا نحن اليوم بحاجة إلى الطبيب وطبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا صاحب الزمان إلى أين إذن نذهب إلى أين إذن نفر ليس لنا مفر إلا لله عز وجل ليس لنا ملجأ إلا لصاحب الزمان يعني رجان استمع رجان استمعي على يعني مدى رحمة أهل البيت عليهم السلام وهم كلهم رحمة رجان استمعي يعني أذكر هذا المثال الذي أورده علماؤنا الأعلام من سيرة النبي صلى الله عليه وآله يعني عندما هرع المشركون لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله واستبقوا حتى مياه بدر المعركة كانت معركة بدر المشركون فزعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وهرعوا لقتاله حتى وصلوا إلى مياه بدر ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وكانت هنا المفاجأة قد سبقهم إلى الماء وقد قطع المشركون يعني كما تعرفون في السيرة مسافة بعيدة فقد قدموا من مكة ولكن لم يستطيعوا الوصول إلى مياه بدر لأن الماء قد سيطر عليه قد سيطر عليه من قبل رسول الله وأصحابه فالقضية قضية واضحة جدا مسألة حيوية خاصة للجند والمقاتلي مسألة الماء وشرب الماء إلى غير ذلك ولم يكن في تلك النواحي ماء ليستفيدوا منه غير ماء بدر فقرروا العودة رغم قطعهم تلك المسافة الشاسعة وتعبئتهم للقوات والناس لقتار رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت هذه التعبئة لمدة طويلة وحملهم السلاح انفاقهم للأموال إلى غير ذلك كيف سيحاربون ولا ماء عندهم وهم لا يعرفون هذه الحرب كم ستطول على كل الأحوال هنا يعني بادر أبو سفيان عليه لعائن الله وقال للمشركين أنا سأحل لكم هذه المشكلة فقال له المشركون كيف فقال أبو سفيان رجاء استمع هكذا هو صاحب الزمان سلام الله عليه يعني بصريح العبارة ونحن نعيش اليوم يوم أولادته فقال أبو سفيان عليه لعائن الله أنا سأحل هذه المشكلة عدم وجود الماء عندنا والنبي صلى الله لواله مسيطر على الماء هو وجنوده فقيل له يا أبا سفيان كيف ستحل هذه المشكلة قال عن طريقي محمد هو يذكره بهذه الطريقة حاف لعائن الله عليه فقال لهم أنا عن طريق الرسول نفسه أذهب إليه وهو محمد فقال له كيف قال نطلب منه أن يعطينا الماء أبو سفيان قال نحن نطلب المشركون نطلب منها أن يعطينا الماء قال له المشركون هل سمعت إن أحدا يطلب الماء من عدوه في ساحة القتال لكي يكون قويا فيقاتله أكثر هل تتوقع أن يستجيب لك محمد وقد جئت أن تريد قتاله رجاء نستمع رجاء نستمعي فقال لهم أبو سفيان إنكم لا تعرفون محمد كما أعرفه أنا أعرف أخلاقه جيدا أعرف طيبته جيدا أعرف سيرته جيدا يا رجاء رجاء لا يكون أبو سفيان أفضل من عدنا في معرفة رسول الله في معرفة مدى رحمة الله مدى رحمة رسول الله مدى رحمة أهل البيت مدى رحمة صاحب الزمان سلام الله عليه كيف تقبل كيف تقبلين بأن أبو سفيان أبو سفيان يكون أكثر من عدنا معرفة في مدى رحمة أهل البيت فقال لهم أبو سفيان قال لهم إنكم لا تعرفون محمد كما أعرفه وهكذا أرسل أبو سفيان من يخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله بالأمر ويطلب منه الماء استجاب لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسامح لهم بحمل الماء إلى معسكرهم هذا التصرف هو عين الواقعية النبي صلى الله عليه وآله مبعوث من قبل ربي من قبل رب أبرز أسمائه عز وجل هو الرحمن الرحيم والنبي ماذا يلقى بنبي الرحمة وأهل البيت ماذا يلقبون بأهل بيت الرحمة يعني هذا التصرف هذا التصرف وغير من تصرفات رسول الله وغير من تصرفات أهل البيت عليه وسلام هو الذي طور الإيمان في قلوب الناس هدى الناس الظالين حتى تجمعت هذه القلوب وفتحت مكة وبلغ الأمر أن يدخل الناس في دين الله أفواجا هذا المشهد كما تعرفون تكرر في واقعة الصفين مع الإمام عليه عليه السلام سيطر على الماء وبعث معاوية بن أبي سفيان عليه لعائن الله من يريد الماء فأعطاه إياه كذلك تكرر مع الإمام الحسين سلام الله عليه طلب العدو منه الماء في قضية الحرب يزيد الرياحي ولا أقول كلمة العدو وإنما من باب المصطلح فقط يعني في هذه اللحظة كانوا أعداء يعني يعتبروا للإمام الحسين قبل توبة الحرب يزيد الرياحي رضوان الله عليه فطلبوا الماء وأعطاهم الإمام الحسين عليه السلام هكذا هو صاحب الزمان سلام الله عليه أطلب منهما الحياة أطلب منهما التوبة أطلب منهما المغفرة نعتذر قليلا لصوتي المتعب ولكن لأهمية الموضوع يعني الذي أرسله بعض شبابنا حول استقبال شهر رمضان وحول اليوم يعني كيف نعتذر من صاحب الزمان وكيف نلجأ إلى صاحب الزمان ولدينا هذه الذنوب الكثيرة وهل سيقبلنا صاحب الزمان أم لا يقبلنا أو لا يستقبلنا فرجاء نستمع رجاء نستمع أيها الشاب الكريم فنجد أن رسول الله هذه أخلاقه نجد أن الإمام عليه هذه أخلاقه نجد أن الإمام الحسين عليه السلام هذه أخلاقه وكذلك صاحب الزمان سلام الله عليه هكذا أخلاقه يعني ولو كنت من الذين قد منعوا الماء عن الإمام المهدي عليه السلام أطلب منه الماء يعطيك عندما تلتج إليه فعرف أنك تلتج كما التجأ بن مروان إلى الإمام زين العابدين عليه السلام عندما هلكوا فروا إلى بيت الإمام زين العابدين عليه السلام فألجأهم الإمام زين العابدين عليه السلام واستقبلهم في بيته وعندما لامه بعض لام الإمام زين العابدين قال لهم الإمام زين العابدين عليه السلام لو اتمنني قاتل أبي الحسين عليه السلام على سيف الله لا أديت الأمان له هو التجى إليه نحن أهل بيت نحن أهل بيت لا نرد أحدا لا نرد سائلا أبدا وهكذا هم ملكوا قلوب الناس فكان بن العباس وبن أمية ومراء الأبدان وأهل البيت عليهم السلام ومراء القلوب فاليوم فاليوم أنت تقدم نحو الإمام المهدي عليه السلام أطلب منه المعذرة هل جرائمك هل أخطائك هل معاصيك أكثر مما ذكرنا من قصة سحرة فرعون وكيف قاتلوا موسى وهارون هل هي أكثر من جرائم أولاد يعقوب فيما فعله مع يوسف ومع أبيهم يعقوب عليهم السلام جرائم أكثر من أولاد يعقوب هل أنت جعجعت بعائلة الإمام الحسين هذه الحركة الخطيرة جدا والتي أدت إلى قتل العائلة كما فعل الحر رضوان الله عليه هل أنت فعلت من المعاصي مثل ما فعل بشر الحافي وإذا بالله يتوب عليه ويغفر له ويجعل له مزارا هل أنت فعلت كما فعل الكثير من الذين أساءوا إلى الله وأساءوا لأهل البيت ثم قبل الله توبتهم لا يعني فلذلك أنت اذهب إلى صاحب الزمان التج إليه وسوف يغير حياتك من باب الوجوب العقلي والشرعي المريض يذهب إلى الطبيب ونحن مرضى ما زالت هذه الدنيا يعني تغرينا وكذلك تستفزنا بشهواتها بزخارثها نحن مرضى فنحتاج إلى الطبيب ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم لذلك هذه الدعوة يعني بأنك لا تيأس أبدا من رحمة الإمام المهدي عليه السلام وسوف يعطيك اليوم مهما كانت لديك من السيئات قل كما قال أولادي عقوب يا أبانا إنا أخطأنا فاستغفر لنا وكذلك أطلب العفو من الله والمغفر من الله ومن الإمام المهدي عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى في مضامين الآيات لو أنهم جاءوك فاستغفر لهم الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمة استغفر الله واطلب المغفرة من صاحب الزمان انتهى الموضوع قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هكذا هو الله سبحانه وتعالى ابدأ بصفحة جديدة ارتبط بصاحب الزمان وسوف ترى الخيرات الكثيرة برنامج صباحات الأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام نعتذر لصوتي المتعب العذر عند كرام الناس مقبول إن شاء الله تعالى